أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران أن بلاده ستكتاز هذا الشتاء رغم التوترات التي تشهدها سوق الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية وقال ماكران لدى وصوله إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في ألبانيا قال إن دور السلطات العامة ليس نشر الخوف مشددا على أن إثارة الخوف في فرنسا بشأن حالة قطع الطاقة أمر عبثي خفضت وكالة فيتش للتصنيف الاقتماني توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 من 1.7% إلى 1.4% توقعات متشائمة لآفاق الاقتصاد العالمي كشفت عنها وكالة فيتش للتصنيف الاقتماني حيث رجحت تراجع الناتج الإجمالي بالعالم خلال عام 2023 إلى نسبة 1.4% الوكالة الدولية أرجعت تعديل توقعتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام المقبل بالخفض مرة أخرى إلى تكثيف البنوك المركزية لمعركتها ضد التضخم وسوء التوقعات بشأن سوق العقارات في الصين كما خفضت الوكالة من توقعتها لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2023 من 5.10% إلى 2.10% مع زيادة وطيرة سياسة التشديد النقدية من قبل فيتش خفضت أيضا توقعتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني للعام القادم من 4.5% إلى 4.1% بسبب ضعف آفاق تعاش بناء الأبنية السكنية وعلى النقيض أعدلت فيتش توقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2023 بالزيادة إلى 2.10% من 1.10% مع انحصار أزمة الغاز الأوروبية بشكل طفيف لكن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة سيضغط على الطلب وكالة فيتش للتصنيف الائتمانية عبرت عن اعتقادها بأن خطر حدوث نقصا في الغاز الطبيعي في أوروبا هذا الشتاء قد انخفض مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض استهلاك الغاز مشيرة إلى أن الأزمة لم تنتهي بعد حيث أنه ما يزال ارتفاع أسعار الغاز يلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 40 نقطة إلى 3.1% ليسجل أعلى مستوى له منذ عشر سنوات وتعد هذه الزيادة هي ثامنة على التوالي في ظل معدل تضخم مرتفع وصل إلى 6.9% في استراليا للمرة الثامنة على التوالي تقرر أستراليا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة في محاولة جديدة منها للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية مصرف الاحتياطي الفيدرالية الأسترالية رفع معدل الفائدة الرسمية من 2.85% إلى 3.1% مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2012 وهذه هي ثامنة زيادة لسعر الفائدة في أستراليا على التوالي في محاولة لإعادة التضخم إلى مستوياته السابقة هذا وتوقع وزير الخزانة الأسترالي عواقب وخيمة على الأسر في البلاد بسبب التضخم إن الزيادات في أسعار الفائدة لها بالفعل عواقب وخيمة على الكثير من دخول الأسر وعلى الكثير من أقصاد سداد الرهن العقاري ولكن التأثير الكامل لهذه الزيادات في أسعار الفائدة لا يزال واضحا في الاقتصاد وبالتالي هناك بالفعل آثار قاسية وسقيلة التأثير على عمليات السداد ومن المتوقع أن يتراجع اقتصادنا العام المقبل ومن المتوقع أيضا أن يتباطأ النمو نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وكذلك التراجع في الاقتصاد العالمي مكتب الإحصاء الوطني في أستراليا كان قد كشف عن بيانات التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي حيث جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي مخالفة توقعات الأسواق التي كانت تشير لارتفاعها وسجلت تضخم ارتفاعا بنسبة 6.9% في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيله ارتفاعا بنسبة 7.6% كما أنه أقل من القراءة التي سجلتها أستراليا خلال شهر سبتمبر الماضي ما فعله مصرف الاحتياطي الفيدرالية الأسترالية يأتي مواكبا لقرارات مماثلة اتخذتها البنوك المركزية حول العالم في إطار حربها ضد التضخم الذي وصل لمستويات تاريخية عن طريق مواصلة رفع معدلات الفائدة ولكن بوتيرة أقل تشددا ارتفعت أسعار النفط بعد أن دخل صقف حددته مجموعة السبع لأسعار النفط الروسي منقول بحرا حيز التنفيذ أمس الأثنين علاوة على حضر الاتحاد الأوروبي لواردة الخام الروسي عن طريق البحر وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت 66 سنة لتصل إلى 83 دولار و34 سنة للبرميل وصعد خام غرب تكساس الوسيط 70 سنة لتصل إلى 77 دولار و63 سنة للبرميل وفي خدون ذلك اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وحلفاء من بينهم روسيا فيما يعرف بتجمع أوبيك بلاس يوم الأحد الماضي على التمسك باتفاقهم في أكتوبر على خفض الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر الماضي اشتركوا في القناة